بلغت الأرباح الصفية لمجموعة اتصالات 3 مليارات و41 مليون درهم بعد خصم حق الامتياز الاتحادي وذلك عن النصف الأول من العمل حالي المنتهي في 30 من شهر يونيو الماضي وعلنت الشركة اليوم عن توزيع أرباح مؤقتة بقيمة ربع درهم للسهم الواحد منتطابقة مع الأرباح التي أصدرتها سابقا مشيرة إلى أنها استمرت في تحقيق النتائج الإيجابية للمساهمين حيث بلغ العائد السنوي على حقوق المساهمين 16% خلال النصف الأول من السنة وقالت أن إيرادات المجموعة بلغت 9 مليارات و715 مليون درهم مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة